صباح الوطنية صباح الديمقراطية صباح الحرية صباح الفل على كل مشاهدين حدودة وطن فالتحية الديمقراطية والإبداع والحرية وتحية لشعب مصر العظيم الهمام صاحب العزة والكرامة والمجد والشهامة حدودة النهاردة حدودة وطنية بدأت في عهد محمد علي سنة 1829 بمجلس المشورة كان بيستشير في الإدارة والتعليم وأي الشكاوي يقدروا على حلها بعد كده سنة 1866 في عهد الخديو اسماعيل سمى المجلس شورة النواب وده يعتبر تطبيق لأول حياة نيابية في مصر بعد كده جت 1914 الحرب العالمية الأولى لغت كل الحياة نيابية دي و1923 حصل فيها إيه؟ بدأ إعلان دستور جديد وتعدد الأحزاب نفس الكرة 1930 بدأ برضو إعلان دستور جديد في 1935 الحاكم الملكي ما سكتش قال لأ أنا مش عايز دستور سنة 30 ده خالص أنا هشتغل بـ 1923 وبرضو جت ثورة يوليو سنة 1952 وغيرت كل حاجة ولغت كل حاجة وعمل دستور جديد سنة 1956 بعد كده عمل دستور مؤقت سنة 64 بعد كده دائم 71 وحلوم مجرى بعد كده في 79 كان أول مرة أن الشعب يستفت ويوافق على مجلس الشورة وفي سنة 1980 بالفعل تم تعديل بعض الدستور وعدت السنين والأيام وجدت 2011 قامت ثورة يناير وتلغى وانحل مجلس الشورة بعد كده عدت السنين وجدت 2014 وتم تعديل الدستور وتلغى مجلس الشورة وتعدي برضو السنين وتيجي 2019 ويتم تعديل دستور جديد ويتم فيه أن يبقى فيه مجلس الشورة ولكن يتعدل لمجلس الشيوخ جديد والنهاردة ومبارح بنشوف هذا التتويج الجديد لهذا المجلس حل يا طرى المجلس ده هنشوفه جوه جديدة حل هيدي أمل لهذا الشعب عوظوفك عن المشاركة مش إيجابية منك ولا نصحها منك أبدا أنت بتجده بتدي الحق لأصحاب النفوذ أن هما يستولوا على الكرسي للمحسوبية يعني أي حسابات ليهم وحسانة نيابية نهاردة في حلقتنا حلقتنا مهمة جدا 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 وخصوصا دور المرأة ودور الشباب وزي ما قالك عمنا صلاح جهين غمض عينيك ورقص بخفة ودلع الدنيا هي الشبه وإنت الجدع تشوف رشاكة خطوتك تعبودك لكن أنت لو بصيت لرجلك تقع ما تبصوش لرجلك ولا تبصي لزمان ولا للماضي خلينا نبصي لقدام والمستقبل والتنمية والنهضة في حدث وطن هنطلع لفاصل ونرجع لحلقتنا استنوا ورجعنا لكم تاني ولسه من كامل معكم حلقتنا تسمحوا لي أن أرحب بضيفي اللي شرفني النهاردة دكتور أحمد حسنين المكاتب والمحلل السياسي والاقتصاد الإحلامية دكتور أحمد أهلا سلام عليك نورتنا النهاردة بنورك طبعا أشكريك إيه أخبار الانتخابات والأجواء أنا كنت عارفة أن حضرك نهاردة كنت مشرف مبارح ونهاردة على اللجان طب منا كده بقى النهاردة يعني الدنيا لسه مش في أحسن يعني كتنظيمين الدنيا الكويسة بس لسه المشاركة بقى مش بنفس القوة يعني شوية عشان غالب عشان المجلس شوخ لسه حال جديدة أو ممكن كمان عشان كورونا فخايفين من التجمعات هو عادي أو المصريين يخفوش أول من التجمعات يعني وكمان أنا شايف برضو أن ملحقوش المرشحين أن هم يقدموا برنامج قوي أو نستعرفهم كويس يعني كل المواطنين لما منسألهم دلوقتي بيقولوا أنا معرفش أنتخب مين أنا مش عارف أنا معرفش برنامجهم إيه طب أنا هنزل أخشح مين هو فعليا لأنه هو المشكلة بس إحنا فعلا موضوع كورونا فرق في كل حاجة في الدنيا ففرق كتير أو أننا كمجلس شوخ لازم تعمل بشكل سريع يعني دلوقتي بنحاول نعوض زي في أي حد في مصر عموما أو في العالم يعني حتى على مستوى الأفراد نحاول نعوض عطلة خمس شهور يعني أو في مشكل كتير فأكيد أناس ما لحقيتش ده الجزء أكيد حاجة تانية أنه هو كمان مجلس شوخ جديد على الناس والمفروض أصلا هو ما فوش فيه برنامج انتخابي لأنه هو يعني برضو من ضمن الحياة بتاعتنا هو مش مجلس تشريعي أو رقابي على الحكومة يعني فشوياً بيسوأ المفروض كمرشح هنا وبيسوأ نفسه أفكاره كشخص أن أنا يعني مستقمن هذا الشخص أنه هو ممكن قادر يطرح أفكاره ومشابه يعني أو أفكار مشاريع أو غيره لو جينا حبينا نقدم للجمهور يعني إيه مجلس الشيوخ إيه دوره المشهد السياسي القادم كده كده توضح لنا يعني كهي سعوي إحنا هو شوية مجلس الشيوخ وهو فكرة متطورة من مجلس الشورى يعني شوية كان عندنا مجلس الشورى حاجة كده مش واضحة قوي يعني دورهم كانش موجود قوي بس كان ليه شكل مجرد تنثيل شكلي يعني إلى حد ما وكان دائماً عشان كده بيحصل التباس كبير بين الاتنين شبه شوية الالتباس الموجود دوقتي بين مجلس النواب يعني أو البرلمان ومجلس الشيوخ يعني الدور الأساسي لمجلس الشيوخ إنه هو زي بنك الأفكار كده هو حتى اسمه كيمة شيوخ حتى جاي من فكرة الحكمة يعني هو شيخ يعني حد كبير يعني فالمفروض هو دي الفكرة بتاعته يعني مجلس حكماء أو حاجة زي ما يسموه كده أو زي بنك للأفكار فهو دوره إنه هو بينشيء مشاريع لقوانين مشاريع لتعادلات دستورية الخطة العامة للدولة في جانب ذات الاقتصادية والاجتماعية ده دوره حتى في أي دولة في العالم يعني شوية زايد عليها في مصر لأننا في مرحلة ممكن نقول شبه تحول ديمقراطي أو غيره إلى حد ما يعني فوفقاً للمادة السبعة من قانون اندخلات مجلس الشيوخ يعني إنه هو دوره إنه هو يعني توسيع المشاركة الديمقراطية أو دعائم الديمقراطية وتعمقها في المجتمع يعني دي الألفاظ اللي جات في القانون يعني فإنه هو شوية حتى يبدأ يحط مقترحات إزاي ننامي الديمقراطية يعني إحنا ندرش نقول مصر دولة الديمقراطية ولا عكس الديمقراطية تماماً يعني إحنا في مرحلة يعني في النص فبنحاول نوصل لفكرة إنه يبقى فيه شكل ديمقراطي في البلد يعني فإذي حاجة اللي لسا بتتبني طبعاً طبعاً هو إحنا معنا مدخلة يا شباب طيب ماشي معانا الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزد جيل أعلن وصلم بي أهلاً وسلم حضرتك كيفاندم أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله يا شباب عايزين نحضر لك النهاردة تكلمنا عن الأجواء الموجودة في الانتخابات وإدلاء المواطنين بأصواتهم وعايزين برضو منهلوية حضرتك للمرحلة القادمة بإذن الله يعني مداياتاً الانتخابات هادئة جداً ديسة بالإخبالة بعيطة لأن اتخاذ مجل الشيوخ ظلمت في توقيتها شعره وصص هادئة جوة حار وهي من الظلمت بإذن نبدأ أكون دائماً كافي ما بين فتح والترشح والتصوير لم يكن هناك فترة دعاية كافية هذا من حياته أقول مجلس الشيوخ عودته بعد أن ألغى لألغى مجلس الخنسين مجلس الشورى في تسطول جناير 14 يعني هو عودة احنا بمعتبرها يعني طفوية للممارسة المغاملية نتمنى زي لك طبعاً مجلس الشيوخ ممكن أن يلعب دور مهيب جداً دعاً يلعب دور مهيب جداً أنما كان تحت مسمى مجلس الشورى أنما كان رئيس الجمهورية يحيط إليه كل مشروعات القوانين قبل إحرطها إلى مجلس الجوعة وبالتاني فإن الخبارات الموجودة في مجلس الشيوخ بجانب الحد الأزنى للتعليم للتعليم أن يكون مؤهد عالي ومؤهد جامعي ثم المية يُعين رئيس الجمهورية من بين قامات مصر العلمية والصدرية والسياسية والعجمية والفلغانية بلاجع إلى مناقشة هذه المشروعات قبل إحرطها إلى مجلس النواع مناقشة مهمة جداً إذ نجيف إيديه هذه المشروعات تفكف القوانات الموجودة حتى تكون بالمجلس النواع ومساً عاد أقول معلومة أن مجلس الشيوخ القبل إحرطها إلى مجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ في تلك التعديلات التي تدخلت عام 2007 أي أنه كان غرفة تارية للبرلمان قبل إحرطها إلى مجلس الشيوخ وكان عندما يحدث خلاف في أي مشروع قانون بين مجلس الشورى ومجلس الشعب كان يتم اللجوء تبقى للقانون لتشكيل لجنة مقاينة من اللجنة العامة من مجلس الشورى واللجنة العامة من مجلس الشعب للفصل في التعديل بين المجلسين وإذا لم يتم إنهاية التعديل بيحاقل الأمر إلى جرسة عامة التي تتم عضاء المجلسين للتصويت فيها على أي ثياغة يتم المسوك إليها لأن المجلس الشورى كان غرفة تشريعية قبل الغي وكان في هذه الحالة كان يجب موافقة المجلس على كل المشروعات المحوظة عليها أما الآن فهو المجلس عاجزة كما كان بداية تصويم مجلس الشورى عام 1990 بالمجلس بالتعديلات التي أدخلها بيس السادات على الدستور والمسعي وعام بنائش هو يهتم بموضعات مهمة جدا يهتم بتوسيل العالم السرع المقاطي يهتم بنراسة ما يجعل تطبيق القيم والمشروعية المصرية جيدة للمجتمع هو بنائش كل مشروعات كل أي تعديلات في مجلس الدستور لابد أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ أي إذا كان هناك تعديل المجلة أو أقصة في الدستور بيعرض رئيس المماري أو مجلس النواب لا يصح أن يناقش هذه تعديلات في مجلس النواب قبل لمناقشتها في مجلس الشيوخ لكن هناك فرق كبير بين مجلس الشيوخ حاليا لابد من أخذ من وجوب محوط مجلس الشيوخ يعني بالذنب رأيي أو البصد بينهم أما الآن فليقوا خذ رأي مجلس الشيوخ حاليا في مشروعات القوانين المجلس الشيوخ في أي دعجاج على المصور أو في مشروعات القوانين المجلس الجمهورية ومجلس النواب يؤخذ رأي يعني بدل أن يؤهد على مجلس الشيوخ ولكن ما ينتهي إليه مجلس الشيوخ مرأي غير ملدن لمجلس أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ ناجي بجد نورتنا ومعلومات مفيدة جدا 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 شكرا لحضرتك هنسأل بس هنرجع تاني للدكتور أحمد حضرتك مشاركة الشباب بقى يعني دور الشباب ده مهم جدا في الحياة السياسية أوكي هو شوية لسه دور الشباب مش أفضل حاجة هو مصر طبعا يعني غالبية الشعب من الشباب يعني الغالب أكتر من في أحصائي بتولها ممكن داخل 60% يعني من المكون العدد نسامات يعني الشعب المصري شباب وده عدد كبير جدا وده بتفري قوي يعني في قياسات الدول يكون فيه دولة دولة شبه يعني من حس معدل الأعمار للسكان دي بتبقى ميزة كبيرة في الأساس يعني إحنا عندنا الميزة دي بس لسه استغلال أفضل ما يمكن عند الشباب إحنا لسه في طور ده يعني وده بيحتاج تضافر مؤسسات كتير جدا لده زي زورة شباب والرياضة من ناحية زي المجلس التخصصة من ناحية زي حتى مجلس قامل للمرأة وما شابه يعني ففيه أدوار كتير ده كله بيقوم بيها ودورهم في المجلس الشيوخ كيكفيه شباب بالفعل نزلت فعلا في المرشحين آه يعني هؤلت سنة من 35 فما فوق وده اللي احنا عايزينه يعني يدوا أمل للشباب يكون لهم فاكر جديد ورجال أعمال واكتصاديين وتنمويين في مختلف المجالات يعني هو معدل الأعمار غالبا يعني احنا عندنا 787 مرشح الغالباء العظمى من سن 4050 يعني لما حالت النطج الشباب بقى يعني أنا هو فوق الأربعين اللي تلت أعتبر من الشباب هل ممكن مجلس الشيوخ ديها قانون حماية حقوقها كلها ولا هو مشهو تخص في النقطة دي؟ هو بيطرح مشاريع القوانين يعني هو دوره إن هو يخلق مشاريع القوانين فيه جزء حتى إحنا لأن إحنا برضو إحنا نبلي نظام ديمقراطي يعني فمن ضمن الحاجات دي حتى فيه تمييز إيجابي للمرأة في القوانين بتاعة مجلس الشيوخ في السواف الانتخاب اللي هو المتين عضو المنتخبين أو المية اللي الرئيس هيعينهم يعني المتين عضو الموجودين هيبقى غالبا أن أحدى أدنى 20% منهم نساء فدي نقطة مهمة يعني 20% نساء حتى في القوائم أو غيره كان فيه شرط أساسي أن على أقل من القائمة اللي بتختار يعني سواء كانت قائمة حزبية قائمة متنوعة أو فيها أفراد يعني على أقل 20% سيدات ده شوية عشان دعم المشاركة الإيجابية للمرأة سواء أن هي تبقى مرشحة أو سواء أن الناس تشارك وتنتحك في الختام بقى عايزة حضراتك تتوجه رسالة للناخر أوكي أحملين دايماً التجربة خير معلم التجربة خير معلم وإحنا طول الوقت بنتعلم بالتجربة بنختار مرة صحة مرة غلط بحتاج أتابع شوية الموضوع كان سريع أو في إنتاج مجلس الشيوخ لكن نتمنى أن النهاردة الناس تلحى لسة عندنا اليوم غير ساعة 9 مساءاً في اللينكات كثيرة على موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات تقدر تعرف كل المرشحين في المحافظة بتاعتك وتبدأ تنتخي على قد ما تقدر بسهولة في دقيقة تنزل تنتخي أنا بقى في الختام بحب أوجه لكل المرشحين سواء بقى للشورة أو للنواب يعني لازم يكون ضميرك صحي جداً لأن هو الشعب هو اللي بنجحك أي نجمة في الدنيا أو أي واحد مشهور بيبقى وراه الجمهور والمواطن أنا شفت نائب على سبيل المثال ما بيتحكش في وش المواطن ده بيقولك يا أخي يعني ابتسم في وجه أخيك صدقة اضحك يعني مش هنمشي وغير وإحنا بسيرتنا طيبة بشكركم جداً نشوفكم الحلقة الجاية وحلقتنا انتهت بسرعة جداً 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 وفي حدودة جديدة من حدودة وطن شكراً لكم موسيقى موسيقى